التقلق اللي شفنا من خلاله لعبة النادي الاهلي بالفترة الأخيرة ساعد بشكل مباشر كمان مش بس غير مباشر ساعد بشكل مباشر فيه ان تكتر عملية التكهنات ومين هيكمل ومين جاله عروض ومين جاله فرص في الدولي السعودي وفي الدوليات الأوروبية المختلفة موكرم ده ميجيش من فراغ جاء عشان لعبتكم متقلقين ويعني بسم الله ما شاء الله منورين في الفترة الأخيرة برضو من ضمن الحاجات اللي استجدت وعايزين نعرف حضراتكم كل تفاصيلها كابتن محمود الخطيب استقبل مبارح الدكتور مشرف الشهري رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه طبعا في إطار العلاقات الطيبة اللي بتربط ما بين النادي الاهلي وكافة المؤسسات الرياضية في الوطن العربي بشكل عام أهدى كابتن الخطيب درع وعلم وتشيرت النادي الاهلي إلى رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه في مقام أكيد الضيف بدوره بإهداء كابتن محمود الخطيب درع الاتحاد السعودي للكاراتيه طبعا المتخب السعودي للكاراتيه حاليا هو في معسكر مغلق في القاهرة بيستعد من خلاله لدورة الألعاب العربية اللي هتقام في الجزائر وكمان دورة الألعاب الأسيوية اللي هتقام في كوالا لنفور كمان